مرت الذكرى السابعة والعشرون لإعلان الوحدة اليمنية بصمت مريب فالوحدة التي نمت في وجدان اليمنيين تبدو اليوم غريبة وتعيش نزاعات شتى الوحدة المجروحة بحرب صيف 94 تحولت من وحدة سياسية ووطنية إلى جهاز إداري ألحق بنظام صالح الذي صادر حقوق شركائه وحلم اليمنيين تراكمت الأحداث الخاطئة على مسار الوحدة وانتجت الحراك الجنوبي الذي طالب بداية بإصلاح المسار قبل أن يطالب بحق تقرير المصير غير أن هذا أيضا تحول إلى صراع محكوم بمزاج أجندة وولاءات أفرغته من قضيته وعدالتها تمر الذكرى السابعة والعشرون خافتة على هامش الأحداث في اليمن فالمواطن اليوم مشغول بالحرب وما أنتجته من تداعيات مميتة عقب الانقلاب بلد يضيع وسط تنازع الميليشيات ويقف على أبواب التقسيم ومعه يمضي مصير الوحدة جراء التحولات الداخلية والخارجية خطاب وحيد عشية الذكرى السابعة والعشرين للوحدة للرئيس هادي تعهد فيه بعدم السماح بتقسيم اليمن إلى دويلات وفقا للرغبات مشبوهة عند هذا القائد أو ذاك الفصيل أو تلك الجماعة يقول ذلك وهو يستند لا شكل جديد للحكم والدولة كمخرج آمن لتلاف جراف البلد لمربعات العنف والصراع تحت لافتة الوحدة والانفصال إعلان المجلس السياسي الجنوبي بحسب مراقبي يعد انتحارا سياسيا للقاضية الجنوبية في الظرف الراهن أمام التوافق الدولي لليمن الاتحادي الذي يعد خروجا أمنا من كل الإشكالات تحضر اليوم الكثير من الأسئلة والجروح المفتوحة في جسد الوحدة المغضورة وتمضي المشاريع الصغيرة في محاولة النيل من أكبر مشروع شهدت اليمن منذ قرون طويلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة